مساء الخير زوار في الجول دوت كوم مبروك للأهل الفوز على سان داونز ومبروك لكل متابعين الأهلوية فوز اتحقق بصعوبة في الشوت التاني خلوني أتكلم معاكم عن المكسب الحققه النهاردة ومحتاج إيه للمطش الجاي في بريتوريا وفي نفس الوقت هستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم وهقراها معاكم بنفسي علشان نكون متفقين الفريق اللي عايز يكسب البطولة لازم يكون قادر إن هو يكسب خصوصا على أرضه في أسوأ حالاته النهاردة الأهل ما كانش في أسوأ حالاته لكن في نفس الوقت ما كانش في أرض الحالاته الأهل الشوت الأول عانى من بعض المشاكل اللي ما كانتش موجودة عنده سان داونز الأهل ما كانش هادي لعيبة الأهل ما كانش عندها الثقة وهي بتلعب سان داونز في المقابل سان داونز كان هادي بشكل مستفز وعنده ثقة كبيرة لدرجة إن هو كان قادر يسجل في الثانية العشرة يعني الفرقة نازلة عندها كورة عندها فكرة محددة للي هي عايزة تعمله في الماتش والكورة دي على فكرة اتقررت كتير في الشوت الأول أكيد اللي تفرج على الماتش النهاردة لاحظ إزاي الكورات السابتة كانت بتتلعب بسرعة جدا لللاعب اللي بيبقى متمركز ما بين سنائة فاعل أهلي ياسر إبراهيم ومحمود متولي الكورة دي اتقررت أكتر من مرة في الشوت الثاني من الواضح إن فيلر خاد باله من الواضح إن دايما كنت بتلاقي اللعيب ده مش قادر يعمل التمركز الصحيح بين سنائة دي فاعل أهلي في سان داونز وقف الكورة دي خالص لكن في الشوت الأول قررها أكتر من مرة شوفنا فرصة خطيرة جدا في الثانية العشرة شوفنا أكتر من كورة اتحسبت أوف سايد لأن كان بيبقى المهاجم بتاع سان داونز سابق سيكا ياسر إبراهيم ومحمود متولي في الشوت الأول ما كانتش بصراحة هي دي المشكلة الوحيدة للأهلي النهاردة كلنا عارفين إن سان داونز كان بيلعب من غير اتنين من أهم أسلحته الباكين مورينا ولانجرمان فالطبيعي واللي كان متوقع من الأهلي إن يبقى فيه خطورة أو فيه نوع من أنواع التركيز على الناحيتين دول لكن الحقيقة إن الأهلي مقدرش يستفاد من غياب الثناء الخطير ده لكذا السبب أول سبب إن حسين الشحات الحقيقة اللعب يمكن أسوأ شوت لي مع الأهلي من ساعة انضمامه للفريق حسين الشحات بقاله فترة مش في المستوى لكن مباراة النهاردة الحقيقة لما نيجي نقيم أداة حسين الشحات على مدار ستين دي قلي لعبهم ولا قرار صح يخده حسين الشحات بالعكس كذا كرة قطعت منه وشكلت خطورة كبيرة جدا بسبب سرعات اللي عند سانداون لكن الحقيقة إن الجنب اليمين النهاردة ما كانش منه أي خطورة بسبب غياب حسين الشحات عن المباراة إحنا ممكن نعتبر إنه فعلا ما شاركش في المباراة على الجانب الثاني نعايزين نأكد على إن أجايي مش وينج يعني الناس كلها بتسأل بتقول لي أجايي كان أفضل في الشوت الثاني من النشوت الأول الحقيقة النشوت الأول كان أجايي مرمي على الوينج بشكل ماش بيخليه يقدم أفضل أداء عنده يعني أجايي حتى كمان نما تطلب منه إن هو يلعب وينجي لازم تطلب منه إن هو يزيد في عمك المرعب يدخل منطقة الجزاء علشان يبقى ثناء هجومي مع مروان محسن أو أليو باجي لكن وهو موجود على الخط مع علي معلول ما تستناش كرة حلوة من أجايي ما تستناش إن أجايي يعمل لك الإضافة اللي أنت مستنيها لو تفتكروا لما رمضان صبحي كان في أفضل مستوياته ولما كان جاهز ما كانش مصاب كان فيلر بيعتمد على حسين الشحات ورمضان وأجاييه وكان التلاتة بيعملوا نوع من أنواع اللامركزية في الهجوم علشان يخلخلوا أي تكاتل دفاعي قدامهم لكن في غياب رمضان صبحي والاعتماد على مروان محسن مروان محسن مش بيخرج بره منطقة الجزاء كتير فبيضطر أجاييه إن هو يلتزم بمكانه على الوينج مع علي معلول من هنا بيبقى أجاييه خطورته ليلة جدا يعني لما نجي نشوف كرة الهدف الأول من علي معلول هنتكلم طبعا باستفادة عن أداء علي معلول لكن كرة الهدف الأول علي معلول قطع المشوار بنفسه سلم أجاييه الكرة وهنا أجاييه كان متمركز جوه منطقة الجزاء علشان يلعبها تاني لعلي معلول وعلي معلول يبقى قريب من المرمى فيقدر إن هو يسجل الكرة دي لما كانت بتتكرر في الشرط الأول كان بيبقى جاييه قرب الكورنر فكان بيضطر إن هو يلعب لعلي معلول الكرة على مكان بعيد من منطقة الجزاء فعلي معلول كان على طول بيرفع كرات فيه كرات منها كانت بتبقى خطيرة لكن لما أنت تجي تشوف أداء علي معلول في الشرط الأول هتلاقي ان علي معلول كان بيرفع ومع ذلك أنا شايف ان علي معلول كان الوحيد في topped indicated chapter 1 playoffs اللي عنده يعني قرار صحة اغلب لعبة allee in certain keptragointed كان عندها قرارات غلطة علي معلول حتى وهو بيرفع هو مجبر انه هو يعمل كده ما كانش قريب من منطقة الجزاء علشان يعمل ازيادة او يتدخل ويتوغل داخل منطقة الجزاء فالحقيقة ان内 showed el 01A dat mas a fut, a classic sidehöangl sexualized докум makers كان بتوصل القرى على حدود منطقة الجزاء كان بيشوت والحقيقة أنا مش عارف إذا كان هل ده تعليمات فنية من ريني فييلر ولا ده يأس من لعيبي الأهلي إن هم مش قادرين يخلصوا من التكتل الدفاعي لعيبي السانداونز فبيضطروا إن هم يسددوا من برى منطقة الجزاء لكن في النهاية هو القرار غلط يعني سواء هي كانت تعليمات فنية من ريني فييلر أو سواء كان قرار من لعيبي الأهلي فجماعة اللوائف في الجولد أونيانجو يعني من أفضل حراس القرى إن لم يكن أفضلهم مش بالطريقة دي حتسجل في مرمى وكلنا شفنا أغلب الكرات دي كانت كلها أصلا أفطرجت مفيش حاجة بين الثلاث خشبات يعني حتى كمان لما قفش أجرب في الشوت الثاني أونيانجو كان واقف وكان قادر إن هو يتصدر الكرة دي فالحقيقة إن هو موضوع التزديدات ده ضيع على الأهلي فرص كتيرة جدا كان من المفترض إن هي تكمل وإن هي تروح لجوة منطقة الجزاء طيب ده الشوت الأول واتكلمنا إن الأهلي ما قدرش إن هو يستفاد من غياب الباكين الأساسين لسانداونس كان فيه مشكلة في القرار عند حسين الشحات وعند أغلب اللاعبين اللي بيضطروا إن هم يسددوا من بره أجايق كان بره منطقة الجزاء فكان مروان محسن للأسف مرمي لوحده جوه يمكن الكرة الوحيدة اللي مثلت خطورة للأهلي كانت من عمر السلية كرة طولية حلوة جدا نو بص نو مكانش يعني مكانش مفترض إن هي تبقى البص بالشكل ده بس هو لعبه بشكل كويس جدا راحت لحسين الشحات ومن حسين الشحات لعبها بشكل كويس جدا مروان محسن يمكن هو ده القرار الوحيد اللي خاده حسين الشحات صح في المباراة ومروان محسن لعبها بكعب ولكن مرت بجوار القايم وصفر الحكم بعدها بنهاية الشحوط الأول في الشحوط الثاني الحقيقة إن الوضع اختلف في الأهلي تماما أول حاجة إن كان فيه نوع من أنواع الضغط البدري شوية على دفاع صندوينز من لعيبة خط الوسط فكت قادر تشوف إن عمر السلية بيخطف الكرة بشكل كويس وبيعمل يعني تحرق كويس بالكرة لحد ما يلعبها العلي معلول اللي قطع مشوار حلو جدا وسلم الكرة الأجاية أجاية بقى كان مكانه فين أجاية ما كانش مرمي على الجنب ما كانش لازق على الخط أجاية كان قرب منطقة الجزاء فقدر إن هو يسلم الكرة تاني صحي جدا لعلي معلول وعلي معلول يسدد ويسجل الجول الأول طيب أنا عايز أتكلم عن علي معلول الحقيقة بشكل منفرد أنا علي معلول دايما دايما لما تيجي تبص على أدايا الأهلي هتلاقي هو المحرك لأدايا الأهلي كل هجمة حتى اللي بتبدأ من ناحية اليمين لازم علي معلول يبقى حاطب بصمة عليها تلاقي اللعيب في خط وسط الأهلي دايما اللعب اللي في خط وسط الأهلي ومع الكرة بيبص يمين وشمال ويدور على علي معلول وأول ما يلاقي علي معلول يبصيله الكرة عشان علي معلول هو اللي يحط بصمته هو ينقل اللعب الأدام وهو دا اللعب الكبير وهو دا اللعب اللي قادر انه هو يغيال لك سيناريوهات الماتش وقدر انه هو في وقت ما انت ما تبقاش في أحسن حالتك الفرقة مش في أحسن حالتها قادر انه هو بأداء ومجهود فردي انه هو يصنع لك الخطورة ويسجلك علي معلول مش بس مميز فنيا علي معلول عنده شخصية القائد اللي بيعاني الأهلي من غيابها الحقيقة الأهلي في نهاء الوداد وفي نهاء التراجي وفي الخامسة بتاعت سان داونز السنة اللي فاتت كان بيعاني من غياب القائد علي معلول موجود دايما في الوقت الصعب علي معلول كان هدف في الأهلي الموسم اللي فات في الدوري الصعب جدا والنهاردة علي معلول هو اللي بيحسم لك الماتش علي معلول عنده شخصية الحقيقة بتتميز عن أي لاعب في الأهلي في وقت ما بيكون الأهلي في أسوأ حالاته هو مش بيقف مكانه دايما قادر ان هو يتحرك صح دايما قادر ان هو يحرك زميله صح فبالتالي بتلاقي ان علي معلول هو صاحب البصمة حتى كمان في راكلة الجزاء اللي هو يعني هي في راكلة الجزاء حصل عليها باجي وبعد الكرة مع أجايي اللي تقلق جدا في الشوت التاني الحقيقة لكن علي معلول بهدوء هو اللي بيسجل منه عشان هو يستحق اللقطة الحقيقة هو أفضل لها في الأهلي هو اللي بيستحق اللقطة طيب ايه بقى بعيدا عن علي معلول ياسر إبراهيم النهاردة كمان أنا بصراحة عجبني جدا أداءه ياسر إبراهيم في كل مطش بيزيد خبرة في كل مطش بيزيد ثقة في كل مطش أداءه الدفاعي ثابت النهاردة شاركته ما كانتش مع رامي ربيعة كانت مع محمود متولي ورغم كده عمل أداء ممتاز جدا كذا كرة تقطعت من حسين الشحات ويمكن واحدة هو لبس انذار بسببها وتعصب جدا لكن كان قادر ان هو يصلح الغلط اللي من زميله ياسر إبراهيم عمل مباراة كبيرة محمود متولي عمل مباراة كبيرة لكن ياسر إبراهيم الحقيقة النهاردة كان مميز جدا ما سمحش بأي خطورة تماما لصان داونز سرينو صانع الألعاب الخطير الأورجوياني ما حسناش بخطورته واني دايما ياسر إبراهيم مخرجه برا منطقة الجزاء فما حسش ان قادر ان هو يلعب لعبه ما قادرش يعمل الخطورة اللي عملها ضد الوداد على سبيل المثال في المجموعات فسرينو النهاردة كان برا الماتش بسبب تقلق ياسر إبراهيم طيب مين تاني من عناصر الآلي احنا تكلمنا عن أجاييه وأجاييه ازاي في شوت التاني تحسن بس دا كان بسبب الحقيقة ان هو كان موجود في منطقة جزاء سان داونز مع مروان محسن وبعد كده مع أليو باجي والفرق ما بين مروان محسن وأليو باجي هو في السرعة يعني ضربة الجزاء اللي حصل عليها الأهلي الحقيقة ان انت لما هتيجي تبص عليها وتتفرج عليها هتلاقي ان المدافع ما كانش قدامه يعمل غير كده لان في النهاية باجي كان رايح انفراد وليه بفضل سرعته هو سلم واستلم الكرة بسرعة جدا مع أجاييه وهي دي الميزة الموجودة عند أليو باجي بسرعته قدر ان هو يدخل منطقة الجزاء وبسرعته كان قادر ان هو يفتح لنفسه زاوية تسديد فملاقاش مدافع سان داونز بورسة قدامه غير ان هو يعمل معاه الفاول اللي جي منه ضربة الجزاء ده غير ان أليو باجي هو الوحيد دلوقتي في قيمة الأهلي اللي قادر يلعب الدور الشبيه شوية باللي كان بيعمل له رمضان صبحي ازاي؟ ان في الحالة دي أليو باجي بيبقى قادر ان هو يكون مهاجم الأهلي الأساسي بس بسبب سرعته قادر ان هو يبقى فيه لمركزية مع حسين الشحار أو أحمد الشيخ اللي نزل أو وليد سليمان اللي نزل ومع جونيور أجايي فبيقدروا ان هم يتبادلوا الأدوار فلما أجايي بيدخل جوا منطقة الجزاء سواء بيزيد مع أليو باجي أو بيتبادل مع أليو باجي الأدوار بيبقى قادر برضا ان هو يصنع خطورة للأهلي أنا مش هطول عليكم أنا عايز أعرف منكم دلوقتي أسئلتكم وتعليقاتكم وأقراها معاكم علشان نعرف كمان الأهلي محتاج إيه فماتش العودة اللي مش هيكون سهلة أكيد 2-0 نتيجة كويسة جدا لكن النهاردة سانداونز كان بيلعب الحقيقة بهدوء الهدوء ده مش هنلاقيه في مباراة العودة من الواضح ان بيتسو موسيماني الموديل الفني لسانداونز كان جاي النهاردة مركز على ان هو يقرب بنتيجة تعادل لكن في بروتوريا الوضع حيبقى مختلف هتلعب الساعة 3 العصر الوقت المفضل لسانداونز الأداء حيبقى مختلف من سانداونز اللي أكيد عارف ان هو دلوقتي متأخر بفارق جولين فمحتاج ان هو يسجل بسرعة وده اللي شوفناه في تصريحات موسيماني بعد المباراة بس في نفس الوقت هو كالعادة تصريحاته مستفزة شوية ان هو بيقول تفرجوا على الترجي تفرجوا على الودادة تفرجوا على ميزينبي لكن الحقيقة ان ده برضو الاهلي ده بطل أفراكيا ده نادي الكارن ده القادر ان هو يكسب في اي ملعب وفي اي ظروف اللي حصل السنة اللي فاتت الحقيقة مش من المفترض ان هو يتكرر هو بيتسو موسيماني نفسه في تصريحاته بيقول ان دي حاجة ممكن تحصل مرة في العمر طيب تعالوا بقى ايه اقرأ معاكم تعليقاتكم واسئلاتكم شايف انها نلعب باسلوب ايه عندهم دفاعي ولا عادي هو الحقيقة ان الفرق اللي لازم يكون موجودة عند الاهلي ان يبقى فيه نوع من انواع القرب ما بين خط الدفاع وخط الوسط ليه من الواضح ان لانجرمان هيبتدي اساسي في مباراة العودة النهاردة لانجرمان نزل في السواني الاخيرة وفي الداية الاخيرة اكيد ما كانش هيعمل الفارق الكبير لكن لانجرمان هيعمل جبهة قوية جدا اكيد في مباراة العودة وده هتبقى محتاجة تركيز كبير جدا من احمد فتح اللي اعتقد ان هو هيبتدي كباك يمين مش محمد هاني في نفس الوقت انت عندك تلت اسماء الحقيقة في خط الوسط تقال جدا تلت اسماء دول اللي هم طبعا زواني والناس عرفاه وي جالي وي كيكانكا كيكان الحقيقة النهاردة يعني اللي كان عاجبني في تفاع الاهل ان هو كان منعه من اهم ميزة عنده وهي التزديد من مسافات بعيدة لكن جالي ويزواني الحقيقة الاثنين من افضل لاعبين خط الوسط في افراكيا وفي البطولة دي تحديدا فهتبقى المهمة كبيرة جدا على خط الوسط ان هم يعزلوهم عن خط الهجوم علشان كده انا اعتقد ان الاهل هيلعب مش هيلعب بقى بضغط عالي زي ما كان بيلعب النهاردة لا حيلعب بضغط متوسط علشان يبقى فيه نوع من انواع القربة ما بين خط الوسط وما بين خط الدفاع نفس الوقت انت هتقدر تعزل خط وسطهم عن خط الهجوم والحقيقة ان اميز حاجة في سان داونز في خط يجومهم هي السرعات سرعاتهم كبيرة جدا سواء باكماني اللي نزل بديل والحقيقة ان باكماني يمكن يكون ما عندوش مهارات اكتر من السرعة الناس عرفها طبعا من فترة احترافه في الاهلي لكن هو لعيب سريع قادر ان هو يعمل جابهة قوية وكان قادر النهاردة ان هو خد لقطة نشل من احمد فتحك ممكن يلبسه فيها انظار فباكماني هيئة سريع جدا عندك سرينو سريع جدا وعنده لمسة حلوة للقرصانة ممتاز جدا وطبعا المهاجم في لاجزي والنهاردة ما كانش في افضل حالاته لكن كلنا شوفنا ازاي كان بيتمركز ما بين ياسر ابراهيم ومحمود متولي فاكيد اللقطة دي هتتقرر كتير في بروتوريا بس بكسافة عددية لان انا متوقع ان سان داونز اكيد هيبتدي بشكل هجوم النهاردة بشكله الدفاعي ده عمل هجمة خطيرة في الثانية العشرة بتخيل لما هيلعب هناك ازاي هيبقى عايز يعوض فارق الجولين وهو عارف ان هو بيلعب ضد فريق قوي وصعب زي الاهلي عنده شخصية حافز بيه على التقدم اللي كان عنده شايف ان وليد سليمان يبدأ ماتش العودة خاصة ان ادفاع سان داونز مش بيعرف يتعامل مع الاختراك من النص الحقيقة ان انا بفضل افشة في الاوضاع او في الاوقات اللي زي دي لان افشة عنده ميزة عن وليد سليمان ان هو بيقف على كورته بشكل كويس جدا وعنده حاجة مش عنده وليد سليمان وليد سليمان عنده السرعة لكن افشة قادر ان هو يحافظ على كورته اطول فترة ممكنة فانت محتاج اللعيب اللي زي دا لما بتكون بتلعب ماتش برا ارضه خصوصا لما تبقى متقدم كمان في النتيجة لو تفتكر ماتش الاهلي والهلال السوداني كان افشة افضل لعب في الملعب لانه كان قادر ان هو يحافظ على كورته تحت رجله اطول فترة ممكنة وبيسلم ويستلم صح وانت عايز فعليا هناك كل كورة تحاول ان انت تحافظ عليها اطول فترة ممكنة وتسلمها صح وليد سليمان انا بشوف ان هو كان النهاردة في ماتش النهاردة كان ممكن ينزل بدري عن كده كمان ومكان افشة كمان ممكن مش مكان حسين الشاحات انت بتشاف ان احمد الشيخ هو اللي كان ينزل مكان حسين الشاحات لكن وليد سليمان عنده السرعة الكبيرة وطبعا عنده الخبرة وعنده الشخصية حسين الشاحات مكانش ليه دور النهاردة انت اي رأيك لحقيقة من اسوأ الاشواط اللي لابة حسين الشاحات النهاردة سبب غياب رامي ربيع مصطفى نادر الحقيقة يعني لما عندك دفاعك قد مباراة كبيرة بالشكل ده اكيد انت مش هتسأل عن سبب الغيابات اللي بقرارات فنية لكنه طبعا مش مصاب الحمد لله ايه المركز اللي الاهلي محتاج يدعمه من خرار رؤيتك لمسيرة الاهلي الافريقية طيب الحقيقة ان الاهلي من الواضح انه هو عنده كسور كبير جدا في الجنبين يعني علشان نبقى متفقين حسين الشحات لحد دلوقتي مقدمش الافادة والاضافة اللي انت كنت مستنيها وزي ما قلتلكم اجاييه الحقيقة هو مش وينج فانت محتاج يا اما لاعب مكان حسين الشحات يا اما لاعب على الجنب التاني خصوصا ان رمضان غيابه فترة طويلة وكهرباء لسه مش عارفين العقوبة اللي عليه دي هتفضل موجودة لحد امتى او هتتشال امتى تحديدا رأيك في اداية السلاف ان واحد الوجومية وهلشايف انه كانت كفاية دواره الدفاعية والتغطية الكويسة وليه فيه بطء في الانتقال من الدفاع للهجوم السلاف كان زي وزي بقى لعيب الاهلي في الشوت الاول ما كانش في افضل حالاته هي كورة واحدة بس اللي لعيبة بشكل كويس لحسين الشحات قبل ناية الشوت الاول وبعد كده حسين الشحات لعيبة المروان موسي كانت خرصة خطيرة لكن السلاف شوت الثاني كان احسن بكتير وهو بنفسه اللي بدأ هجمة الجول الاول لعلي معلوله هي رأيك ان باج يبدأ اساسي على حسب سير الماتش يعني انا الحقيقة في مبارات بيروتوريا اعتقد ان مروان محسن هو اللي هيبدأ اساسي ممكن نلعب لقاء الذهاب اربعة تلاتة تلاتة طريقة حلوة وتنفعنا هي المشكلة مش في طريقة اربعة تلاتة تلاتة مشكلة في الاسماء الموجودة هو مش بلاي ستيشن هي الفكرة في الاسماء اللي تقدر تنفذ الخطة دي يعني في زي ما اتفقنا مثلا الفارق ما بين وليد سليمان وقفشا والاتنين قادرين هم يلعبوا صنع العب انت بتبقى محتاج تختار الاسم المناسب للملعب اللي انت رايح تلعب عليه لازم جيرالدو يلعب في العودة طب قلنا جيرالدو يلعب مكان مين مع السمرار افشا ولكن يحتاج لتوجهات اكثر في الملعب لمصلحة الفريق اولا ده احمد ابو شانب احمد متفق معانا قال يوباجي شكله كده لعيب كرة ابتر من انه مهاجم ولا انت شايف ايه الراجل بينزل دايما يعمل فرق فاكيد هو مهاجم كويس بس لسه ملعبش ماتش دسعين دقيقة عشان نحكم عليه نلعب بايمن اشرف في العودة عشان معلول بيسيب مساحة كبيرة ولعيبة صندق وانزب تستغل لها طيب يبقى انت كده هتنزل بخطة دفعية من الاول تماما بس احنا زي ما قلنا ان معلول بس مش دوره فني كمان معلول من اهم الشخصيات الموجودة في الفرقة لعيب كبير ممكن فيلر يفضل ايمن اشرف زي ما فضل ايمن اشرف في ماتش الهلال السوداني لكن انا مش شايف ان علي معلول سيء للدرجة خصوصا لما بلعب معاه وينج بيشارك معاه في ادواره الدفاعية ليه باجي ما بيبدأش من اول الماتش اعتقد ان ماتش النهاردة كان مفترض باجي يبدأ في اساس الحقيق لان انت كمان كنت محتاجي عندك سرعات في الهجوم ما كانتش موجودة عندك شوت الاول كله رمضان سيلعب في العودة الله اعلم بصراحة انا مش عارف احمد حشمت انا مش عارف ايه السبب تراجع مجدي افشا بص هو النهاردة ما كانش افضل حالات مجدي افشا لكن مجدي افشا لما بيبف افضل حالاته دايما بيصنع الفارق يالله ناخد اخر سؤالين حين شاف اسئلة متكررة كتير ثنائية معلول واجيه حاجة عظيمة اكيد صندون زايفل الجابهة دي في العودة كويس هو الحقيقة لو صندونز قفل الجابهة دي في العودة كويس ده مكسب للاهلي لان صندونز الحقيقة يعني مسته في سرعاته وزي ما اتفقنا هو خسر مورينة الباكالينين لكن لو صندونز اكار ما يهاجمش من الجابهة دي في الدفاع ويقفلها الاهلي مش عايز اكتر من كده الاهلي كازماية تلين سفر لا بالعكس ان شايف ان صندونز هيحاول يهاجم اكيد سواء من الاطراف او من العمق ايه رأيك في اجايي ماشي ده مهند سوالي رأيي في اجايي ما زي ما قلت ان هو في الشروط الاول كان مرمي على الخط كان بيلعب وينج والحقيقة ان اجايي مش وينج اجايي مش وينج نفسي يعلقوا يفطى في قوضة لبس الاهلي مكتوب عليها اجايي مش وينج اجايي يقدر ان هو يكون وينج يضم للعمق ويبقى مهاجم تاني مع مروان مرسن او قال يوباجي لكن ان انت ترمي على الخط علشان يعمل جابهة معالي معلول جابهة دي تنتيه في الاخر بو اوفر مرعوب لمنطقة الجزاء يبقى سعيطها اجايي حيلعب شوت سيء جدا زي ما حصل في الشوت الاول لما اجايي يدخل جوه في العمق يبقى ادوار ان هو وينج بيتواغل جوه العمق هتشوف ا ان هو اللي بيصنع الجول الاول علي معلول وهو اللي بيصنع ضربة الجزاء اللي حصل عليها اليوباجي شكرا جدا ليكم اشوفكم في لايف جديد قريب الف مبورك للاهلي وان شاء الله التأهل يبقى من بيروتوريا زي ان شاء الله تأهل الزمالك من رادس سلام